كانت هذه اللحظة التي ضاع فيها الرضيع سهيل خوفاً من أن ينسح قطفلهما الرضيع وسط الحشود سلم الوالدان صغيرهما إلى أحد الجنود الأمريكيين ظن منهما أنهما سيصلان إلى بوابة مطار كابل التي لا تبعد سوى خمسة أمتار في دقائق لاستعادته لكن الرضيع اختفى في الزحام طار الوالدان إلى الولايات المتحدة وبقي الرضيع سهيل وحيداً في المطار دخلت المطار ورأيت طفلاً ملقاً على الأرض في حالة سيئة للغاية حملته ونظرت حولي بحثاً عن شخص مرتبط بهذا الطفل فلم أجد أحداً اتصلت بزوجتي في المنزل وأحضرت الطفل معي واشتريت له الحليب وأصبحنا نعتني به منذ ذلك الوقت لصافي ثلاث بنات وكانت أمنية عائلته أن يكون له ولداً وسرعان ما أصبح الطفل فرداً من أفراد الأسرة أطلقت عليه اسم محمد عابد ونشرت صوره مع صور أطفالها على صفحة الفيسبوك أحب هذا الطفل كثيراً لكن لا يمكننا أن نكون والديه عليه أن يعيش مع ذويه الصور كانت الخيط الذي أوصل أسرته إليه حيث تعرف جيران السائق صافي على الصور ونشر تعليقات على تقرير تلفزيوني أعد سابقاً عن ضياع سهيل مرشدين عن مكان وجوده طفل مفقود في المطار منذ خمسة أشهر عثر عليه حميد صافي جد هذا الطفل أخبرنا عن السائق صافي أتينا بصافي ووضعناهما وجهاً لوجها واستناداً إلى الأدلة والصور التي تم نشرها في وسائل الإعلام تمكننا من الاتفاق بعض طرفين وأخيراً سلم الطفل إلى جده اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لنا تسلمت حفيدي أمام وسائل الإعلام أنا ممتن جداً لوسائل الإعلام التي ساعدتنا في الوصول إليها وفي حضور الشرطة ووسط دموع منهمرة عاد الطفل أخيراً إلى أقاربه في انتظار أن يلتحق بعائلته في مشغان الأمريكية اشتركوا في القناة